النهاردة اخترنا ان القرآن يبنينا بآية من أنور ومن أكتر الآيات اللي بتأثر في حياة الناس وخاصة الناس الألانين قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين ان احنا من أهل المدد الرباني من أهل العون الرباني الله سبحانه وتعالى هو الذي يربيني يربيني على نعمه ولذلك هو سبحانه وتعالى قلنا عشان تبقى من أهل المدد وتحس بأن انت عبد ممدود وما فيش ألاء ما فيش ألاء ما فيش ألاء ليه لأن رزقك محفوظ لأن حياتك ممدودة بتدبير الله لأن كل الأقدار وكل القضاء من مدد الله لك فأنت لست وحدك ولذلك قلنا أول إجراء لازم تعمله لازم تكون على يقين من معية الله على الدوام طيب إيه اللي تعمله عشان تبقى على يقين من معية الله على الدوام دائما كلم الله قل له يا سندي ويا سعدي أنت وحدك مددي ما تخليش ساعة من ساعات حيات يومك إيه لو بتعمل كده لو ما فيش اعمل الكلام ده صبح وليل يا سعدي ويا سندي أنت وحدك مددي عمر الثاني قلنا نتوكل اوعى في أي عمل أنت عملت وأخدت بأسبابه تقف كمل لأن أنت ساعت ما توقف أنت وقفت لأن أنت حسس أن أنت معندكش مدد كمل كمل ما توقفش في الأعمال كمل لأن أنت لما بتكمل أنت مع الله سبحانه وتعالى أنت في الله مؤمل كمل ثالث حاجة اللي احنا قلناها كمان أن أنت لازم تتعود على شكر نعمة الله سبحانه وتعالى ومن شكر النعمة أن أنت تفيد على ما أفاض الله عليك من النعمة على غيرك اجعل كل يوم صدقة تتصدق بيها وخاصة في شهر رمضان انت كده عتحس بالمدد لان محدش بيبخل هو حاسس انه عبد ممدود يلا على طول انت عبد ممدود دايما ناجي ربنا وقوله يا سعدي ويا سندي انت وحدك مددي دايما كمل عملك ومتوقفش لان انت ممدود وربنا سبحانه وتعالى في ظهرك وربنا سبحانه وتعالى وسندك تالت حاجة اشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى بان انت تعطي وتتصدق لان انت مؤمن بان من المدد البركة اللي في الخير والرزق اللي عندك لما تعمل كده هتحس بانك ده عبد ممدود وتحس دايما ان حياتك بتتسع